مرحبا بكم مشاهدين الكرام في برنامج الاقتصاد في الصحافة على قناتكم الاقتصادية الاولى والذي نعرض فيه اهم الاخبار التي تطرقت اليها الصحف الصادرة هذا اليوم نبدأ بيومية الوطن التي نشرت موضوعا حول تصريحات وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون بمجمع النسيج والجرود جيتكس التي طلب فيها مسؤولي المجمع القيام بحملة ترويج للتعريف بمنتوجاتهم ودع الوزير الى انتهاج سياسة اكثر هجومية في مجال التسويق والاشهار وخلال زيارته لوحدة المجمع باشراغة اعتبر الوزير عون ان منتوجات جيتكس ذات جودة ومتوفرة في الاسواق باسعار معقولة لكنه ابدا ملاحظته حول بعض النقائص فيما يخص مجال التسويق والترويج لمنتجات المجمع نمر الى جريدة الخبر التي تناولت تصريحات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في صلب طالب بشأن انجاز اكثر من ثلاث الاف مشروع وفتح ثمانين الف منصب شغل بقيمة تقارب الف وثمانمائة ملايين دينار في سنة الفين وثلاث وعشرين كما كشف الوزير عن نظام توجيه جديد لتنظيم طلبات الشغل سيتم استحداثه بالشركة مع قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين ليكون وسيطا يضمن موأمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل في اطار المدونة المهنية واضاف في صلب طالب خلال نزوله ضيفا بالاذاعة الوطنية ان المدونة المهنية سمحت بتوجيه اكثر من ثلاثين الف مستفيد من جهاز البطالة الى عالم الشغل والاستفادة من التغطية الاجتماعية الكاملة اما يومية لسوغ دالجغي فنشرت موضوعا حول مراجعة القوانين المتعلقة بالمناجم والكهرباء استناد لتصريحات وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب الذي قدم عرضا حول قطاعه امام لجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني حيث كشف عرقاب عن اعادة النظر في الاطار القانوني المتعلق بقطاعي المناجم والكهرباء من اجل دعم القطاع في مشروعه الذخم للاستغلال الرشيد للتقاتل متنوعة لبلادنا في اطار تركيز الحكومة على التنويع الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين واختارت صحيفة الحياة من ناحيتها التطرق الى مباشرة عملية تسويق اكثر من 3000 طن من الدجاج المستورد حيث باشرت ديوان الوطني لتغذية الانعام والدواج العملية على مستوى نقاط البيع التابعة له والبالغ 131 نقطة بيع موزعة عبر التراب الوطني 53 منها متواجدة بالاسواق الجوارية وحسب الصحيفة التي نقلت عن بيان للمجلس الشعبي الوطني تصريحات مدير الديوان بن زازة الذي كشف عن تصدير برنامج محكم بمناسبة شهر رمضان لتعزيز مخزون اللحوم البيضاء وتوفير الدجاج الطازج الذي ينتجه الديوان وكذا استيراد اكثر من 5 ملايين بيضة فقيس من المجر واسبانيا لرفع انتاج الصيصان اما جريدة الفجر التي نختم بها عرضنا لاهم ما نشرته الصحف من اخبار ومواضيع اقتصادية لنهار اليوم فكتبت عن ارتفاع الانتاج الوطني من المحروقات ب3.3% والصادرات بنسبة 4.4% حيث نقلت الجريدة تصريحات وزير الطاقة والمناج محمد عرقاب خلال عرض قدمه في جلسة استماع للجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني لأهم انجازات القطاع خلال سنة 2023 والذي اكد خلالها الى تحسن جل المؤشرات الاقتصادية على غرار الانتاج المسوق من المحروقات مدعوما بارتفاع انتاج كل المواد خاصة الغاز لدخول بعض المكامن والحقول حيث الاستغلال بهذا نصل مشاهدين الكرام الى نهاية تقديم عرض بعض مواضع الاقتصاد في الصحافة لنهار اليوم والذي تناولنا فيه بعض الاخبار الاقتصادية التي تناولتها الصحف الصادرة هذا الصباح متابعة طيبة لبقية برامج قناتكم الاقتصادية الاولى ابقوا معنا